سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة بصلي سلام الرب فوسطكم يحفظكم من كل شر وشبه شر حلقة النهاردة بعنوان الإصدال والعمامات المقدسة يعني عنوان الحلقة النهاردة بيتكلم على المشهد اللي انتوا شايفينه ده في اللبس اللي بيقولوا عليه الإصدال أو الشادور الإيراني لكن ده الحقيقة في مصر الإسلام له زي رسمي سواء كان للمرأة أو للرجل والزي ده بيعبر عن معاني همة يعني بنشوف ان الحجاب زي المرأة المسلمة له أشكال كتيرة ومنها طبعا الاختراع اللي هم عاملينه لنا ده ولكن الراجل أيضا له شكل ولو وأزياء الشيوخ المختلفة والعمامات الناس بتتكر ان ديها العمامات المقدسة اللي هتطلع من تحتها كل القداسة ولكن الحقيقة بنكتشف غير كده خالص ففي زي بيعبر عن المرأة أو الرجل والمفروض انه اذا كان متصل بالله يعبر عن معاني كويسة حلوة تنمي تكبر تشفي تبني وهكذا والازياء دي كلها يعني بتبان على اختلاف الدول أو السياسات أو الطواقف زيهم بيحمل رسائل فما بين الشيعي والسني تلاقي زي ده بيحمل رسالة عن مفاهيم الناس دي والتبعيات اللي بتحصل من خلال هذه الطائفة أو هذا الإيمان أو مثلا السنة ليهم أذياء مختلفة فالمشكلة هنا مش التمييز ولكن التمييز هل فيه تمييز لناتج عن هذا اللبس أم هو تمييز لأهداف مختلفة هنتناقش في العمر ده بعد شوية لكن دلوقتي خلوني أروح مع حدث هام جدا وهو هيكون الأسبوع القادم يوم الصلاة للعابرين يوم الصلاة العالمي للعابرين الحقيقة يعني الصلاة شيء مهم جدا بيربط المؤمنين ببعض وبيشعرنا باحتياجات بعضنا البعض لله واحتياجات المسندة اللي احنا بنبقى محتاجينها وإحنا في أوقات التعب المؤمنين كلهم مش بس العابرين لكن احنا اخترنا يوم 18 نوفمبر من كل عام يكون يوم صلاة تتحت فيه الكنيسة كلها في الصلاة من أجل العابرين ليه بنصلي من أجل العابرين بنصلي من أجل العابرين أولا علشان يحصل شفاء داخل الكنيسة جسد المسيح كله عابرين بقى من خلفها إسلامية من خلفها يهودية من خلفها مسيحية كلنا واحد في المسيح محتاجين أن ربنا يعمل شفاء أولا في هذا الجسد بالكامل الحاجة التانية أن احنا بنصلي من أجل العابرين من خلفها إسلامية لأن دول أهلنا ودي قناة الحياة هي قناة العابرين وكل إخواتنا من الخلفية الإسلامية بيمروا بظروف صعبة كثيرة عايزة ديكوا لمحات كده تفكروا فيها وأنتوا بتصلوا العابر والعابرة بيخرجوا بأحمال ثقيلة من الإسلام لكنهم في نفس الوقت مع كل هذه الأحمال الثقيلة عندهم حرية من المسيح يعني لا تقايد بشيء آخر ولا تقابل بشيء آخر ففيه الشق ده وفيه الشق ده عايزين نصلي أن الله يزيل عنهم الأحمال ويرفعها ويعطي نور في حياة العابرين وينمي ويظهر قادة وقيادات جديدة في وسط العابرين تمجد اسم الرب تعمل من أجل مجد اسم الرب وأيضا نصلي أنه يحصل عدوى في الكنيسة من الفرح اللي بيمر به العابر والعابرة لما بيتقابلوا مع المسيح والتغيير الحقيقي اللي بيحصل جوانا ما تنسوش الصورة دي وما تنسوش الصورة دي فدي يعني من ضمن بعض الحاجات اللي هنكون بنصلي من أجلها الكيو آر الموجودة على الشاشة ده دلوقتي ده بتاع الإنستجرام لنبي بي جلوبل تقدروا تدخلوا عليه تسيبوا رسائل تشوفوا الإعلانات الموجودة وإزاي تحضروا إذا كان بالعربي أو بالإنجليزي وحيكون فيه عدة لغات فرسي وأردو وعدة لغات أخرى مختلفة تقدروا تشوفوها على الإنستجرام تقدروا تاخدوا الرابط وأيضا بقى الكيو آر اللي بعد كده ده الإنبي بي جلوبل الويب سايت بتاع الإنبي بي جلوبل زي ما قلت في الأسبوع اللي فات هتلاقوا كتير من الإعلانات والحاجات اللي محطوطة بالإنجليزي لأنه الحقيقة الناس اللي بتصلي معانا 90% منهم بيتكلموا اللغة الإنجليزية أو لغات مختلفة فاحنا بنشجع الكنيسة العربية القوية الوحدة في المسيح بكل أشكالها إنها تشترك السنة دي في الصلاة معانا شايفين بقى الفريق الحلو اللي قدامكو ده دول مقدمين اللي هشتركوا معانا في قيادة يوم الصلاة الأخ هارون إبراهيم والأخت إيمان وطبعا المرنم المحبوب جدا الأخ ناصر موسى حيكون وقت ممتع وحوار رائع زي ما عودناكم كل سنة هنا على قناة الحياة هنكون بنترجم لكم باللغة العربية طبعا مباشر أنا سعيدة جدا أنه ده الفريق اللي طبعا حيقود تقديم البرنامج السنة دي السنة اللي فاتت كان معانا مقدمين آخرين لكن السنة دي حيكون ده الفريق ما تنسوش تصلوا من أجلنا ما تنسوش أنكم تشاركوا على صفحتكم يوم الصلاة علشان هناك الحقيقة الكثير من الكنائس العالمية مشتركة منظمات خدمات مسيحية مشتركة منظمات لتبشرية أيضا مشتركة في العالم كله هيكون أيضا فيه اختبارات وقصص مشجعة ومعزية وأخبار جديدة حنشارككم بيها أنا بشكر رب جدا من أجل قناة الحياة ومن أجل أنه دايما القادة بتوعنا ما بينسوش العابرين في كل اللي احنا بنخدم بيه طول السنة خلينا نشوف الترنيمة بتاعت الأخ ناصر اللي هي ترنيمة العابرين لهذا العام وانتوا بتتفرجوا كده اتفرجوا على كل الوجوهة اللي انتوا هتسمعوا منها واللي انتوا سمعتوا منها في السنين اللي جاية وتخيلوا كده الأعداد والعمل اللي ربنا بيعملوا حول العالم كله خلينا نسبح الرب بهذه الترنيمة اللي مليئة بالتشجيع والفرح والشكر للرب على ما صنع في وسط عائلة العابرين تفضلوا ترجمة نانسي قنقر We're MBBs We've crossed from darkness to light From blindness to sight That's our story We're MBBs We have made the choice In Christ we rejoice Give Him glory For He is the one Who loved us all And gave His all To set us free Who bore the cross For all of us For you and me We're MBBs Muslim background believers We are praying for those Who are still far Praying for our families Our friends that we love That they may receive Grace from above MBBs We have made the choice In Christ we rejoice Give Him glory For He is the one Who loved us all And gave His all To set us free Who bore the cross For all of us For you and me This family you can call your own With us you are not alone You're not alone You're not alone You're not alone You're not alone MBBs You're not alone You're not alone You're not alone MBBs We're not alone We're not alone We're not alone You're not alone You're not alone بقول لكم إيه اللي حصل فيه موضوع اتكلمنا فيه مرتين ثلاثة وهو موضوع عروسة الإسماعيلية النهاردة بقى هنتكلم على عريس الإسماعيلية اللي حصل فيه الأحداث الماضية سريعا للعمر ومسمع الحكاية فيه يوم شفنا عريس بيدرب عروسته وبيجرجرها من الكوافير أو محل الماكياج اللي كانت فيه للعربية وبيضرب فيها وبيسحلها في الشارع والناس عملا تسرق ومش عارف ايه وبعدين بعدها طلعوا قالت صالحوا ورحوا الاسم وبعدين طلعوا على الفرح بعد ما تصلحوا بعد ما خرجوا من الاسم وكده الحقيقة ما كانش الموضوع مضحك في الوقت ده لكنه كان مؤلم جدا انك تشوف العروسة بتتبهدل يوم فرحها وانه ده عادي يعني ده بقى عادي في المجتمع بتاعنا وردود أفعال الناس بقى اللي بعد كده خلاص بقى يعني يعني ما هو كل واحد بيتنرفز ويدرب مراته وهو يطلع يقولك طب وإيه يعني حتى لو ما كانتش مراتي دي بنت عمي أنا بضربها برضو ما فيش مشكلة كلام يعني ردود أفعال المجتمع تباينت من استنكار ليه ناس بتقولك ومالوا يعني فيها ايه ما يجراش حاجة علقة توت ولا حد يموت ضل راجل ولا ضل حيطة ما تخربوش عليها ما تصدقيش اللي يقولك حاجة تخرب بيتك والكلام بقى يعني ما منوش فايدة يعني الكلام اللي يضع في المجتمع أساسيات تعنيف المرأة ويرصح حق الزوج في أنه يضرب ويبهدل ويعمل له عايزه بعد 8 أشهر ظهرت عروسة الإسماعيلية مرة تانية واكتشفنا بعد كده أنه كان بيدربها طول الوقت بهدلها وبهدل عيلتها اتخانق مع العيلة كذا مرة لكن يعني حولت أنها تسيب ورجعها بإخناقات وضرب وفضايح إلى أن حبسها لمدة أسبوعين في بيت أخو والخلافات ما كانتش واضحة غالبا بينهم حاجة يعني لكن كان حبسها لمدة أسبوعين أهلا معرفوش عنها حاجة مش عارفة تطلع بتقولك يطلع يفطرني ويغديني ويعشيني قبل ما يديني الأكل يديني علقة فطلع البنت مشلفتة بقى يعني المهم الأهل أنقذوها طلعوها في واحدة صحفية سعادتها فالمفروض أنه بعد البلاغ ده العريس اتقبض عليه بمنتهى السرعة كان في محاكمة وتشيت حاجة كويسة المفروض يعني بعدين قالك إيه أنه اتحكم عليه بغرامة ألفين جنيه طبعا يعني غرامة ألفين جنيه بعد ما ضربها وكسرها ويعني عمل كل ده ده تمن فطار في حتة يروح مش بتشوفه دلوقتي يقولك الفطار بقى فول وطعمية مش عارف إيه الخمسة انفار بألفين جنيه أهو رح عمل عزومة على الست ديه هيدفع ألفين جنيه يابا لاش يعني فيش مشكلة أي محكمة تحكم بغرامة مادية ألفين جنيه الأدها بقى أنه تحكم عليه سنة سنة واحدة وبعدين قلنا طب كويس خد سنة ألفين جنيه يلا هنعديها لكن خد سنة يقعد في السجن شوية يتقدب يتهزب يتربى وإز فجأة كده طلعوا وخففوا الحكم شهر يعني ما يتحبسش يعني هم مثلا دخلوا 15 يوم في وقت التحقيق مثلا وكمان خمسة أيام وهو راح المحكمة راح جاي وكمان خمسة هنا عملوهم شهر وخففوا للحكم وطلعوا بعد شهر سؤالي يعني إيه حيثيات هذا الحكم يعني أنا مش عارفة إيه اللي يخلي محكمة تطلع البنت يعني قصتها معروفة يمكن عالميا يعني قصتها برضو وصلت لأماكن تانية في العالم إزاي قادي قعد حكم على الراجل ده بألفين جنيه وحكم سنة ولسه ما اطلقتش على فكرة في مشهد ليه هو داخل المحكمة يبصلها كده راح بصصتها أدي دقني استني علي يعني أنا شايفك وهي فوست فوست بوليس والقاضي قدامه والمحامين بتوعها والمحامين بتوعه وأهلها وبيقول لها حوريكي وبعدين لما تحكم عليه بالسجن بقى فأهله عاديين يقيدوا بقى مع أهلها ويقولونا طب هنديكم مش عارف إيه وهي تتنازل طب هنديها عفشها لو هي تنازل طب ما عفشها لكن دلوقتي بقى هو طلع وحيوريها بقى يعني هو بيقول لك أنا حوريكي بقى المحامي بتاعها بيقول أنه في القضايا والمحاكم اللي بينهم ومثلا البلاغات اللي بتروح للبوليس وكده فأبوه عمل بلاغ ضده وعمل بلاغ ضدها وكذا يعني فيقول لك يطلعوا بعد يومين فالمحامي بتاعها بيقول ليه يعني أنا مشوفتش كده ابني مين في مصر ده الراجل ده فكهاني يعني عادي ما فيش يعني زي بقيت تخلق اللاكد إيه اللي حصل أنا حقيقة بصيت على حيثيات الحيثيات القانونية للحكمة ما لقيتش حاجة يعني ما لقيتش حاجة بتقول ليه حكموا بالحكمة ده يعني أكيد في حاجة تقيد مثلا واحد ضرب مراته ضربتين ما أخدتش واحد وعشرين يوم علاج مثلا فيبقى شهرين ثلاثة اللي خدت واحد وعشرين يبقى سنتين ثلاثة مثلا يعني ما شفتش إنه في حاجة من حيثيات الحكم وحطوطة أونلاين بس أنا هتكلم على القاعدة العامة للقاعدة الشعبية اللي داخل فيها الآديو وزابط البوليس وأمين الشرطة والجران اللي في الشارع القاعدة الشعبية شقين الشق الأول اللي بيقف مع الراجل اللي احنا شايفين إن الراجل على طول ده بيتخفف له الأحكام وعلى طول الستة تبقى مدشدشة وعارفة إنها هتدخل مش تخطي حقها المسألة هنا مش دولة المسألة عقلية إن ده من حق الراجل وإنه الله قال إلههم قال واضربوهن وإنه من حقه يقدبها ويربيها وما بتسنعش كلامه ليه وما حدش يدخل بين الراجل وامراته اللي قدت إلى هذه القعدة اللي قدت إلى الناس دائمة التعاطف مع الراجل أصل ما يعملش كده يبقى مش راجل فاكرين العروسة اللي اتكلمت كلمتين في كتب كتابها البلد كلها قامت ما قعدتش والراجل يقول لك سنة هاخدها على قد عقلها هي خريجة جامعة وهو مش عارف سنوية عامة ولا حاجة يعني واضح انه على قد يعني مش دعوة زي عنده سنوية عامة ولا لا لكن على قد في الفهم حتى قولك يعني واحدة بنت صغيرة مش فهمة ان الستة والراجل على طول من حقه دي حاجة الناحية التانية بقى انه النهار ده بقى فيه ستات تطلع تقول اه الراجل من حقه في عز المحاكمة بتاعة الراجل ده واحدة ستة كانت وقفة بتقول اذا انتو حكمتوا عليه حاجة زي كده انا مش فاكرة الكلام اللي قالته كله بتدافع عن انه لو اتحكم عليه ما فيش راجل هيعرف يربي امراته في بيته وانه هيحصل انفلات بقى في الستات فكرتني بعمر كده وهو بيقول لو ما ضربناهم مش هيستقوا علينا فمحمد قال له اضرب يلا يلا سيد روح اضرب وهكذا عايز اقولكم في نفس الوقت في قصة مشابهة مش حقق يعني ما عنديش وقت اقول كتير في موضوع القصة يعني او تفاصلها في معلمة مدرسة مدرسة في مدرسة دخل الناظر غالبا اعتد عليها خليني اقولكم المعلمة معلمة الجيزة بيقول الموضوع عنوانه انه هاتك عرض المدرسة بتاعت الجيزة دي وهو كان المرؤوس بتاعه فاتحكم عليه اتقبض عليه واتحكم عليه وخففه الحكم بس انا عايزة اقرأ لكم اللي قالوه كده قالت المحكمة في حيثيات الحكم على المدير المتهم بهات كعرض معلمة الجيزة لان عقد الارتباط قد ربط بين التهم جميعا فيتعين اخذ المتهم بالعقوبة الاشد عملا بنص المادة كذا ولظروف الدعوة ملبستها وامهالها من المحكمة المتهم هو المفروض انه هما كانوا ياخدوا حكم مشدد لكن اللي حصل انه هما تدولوا حكم مخفف علشان ايه بقى كي يعدل عن طريقه المعوج ويعود لأداء رسالته على نحو مستقيم مربيا للأجيال يعني ده واحد هتك عرض مدرسة وهم بيقولوا انهما هيخففوله الحكم هيدوله حكم بس هيخففوه علشان خاطر يعود مرة اخرى مربين للأجيال ونفعا لتلاميذ ومجتمعه فالمحكمة تأخذه بقسط من الرقفة في حدود ما تسمح به المادة 17 وتلزم المصروفات الجنائية عمل بنص المادة ورقبر الدباجة اللي بعد كده المحكمة تأخذ الراجل المدير اللي استغل منصبه وخوف المدرسة دي ومش بس كده عارفين هاتك العرض يعني انه ما اعتداش عليها اعتداء كامل لكن تحرش بيها في كل جزء من جسمها ايه رأيكم ده يبقى مربي للاجيال الناشئة ده يبقى لازم ناخد بالراحة عليه بس يعني من قلة المدرسين ده الناس مش تقياح شغل ما تربوا الناس عشان تعرف تربي الاجيال لكن المشكلة انه هذا هو مجتمع ينظر للرجل بصورة مختلفة يعني اكيد هو معذور لانها حلوة لانها بتلبس لانها بتحط مكياج لانها كذا لانها يمكن مش محجبة الله اعلم ما هو كل الانهات اللي بنسمعها لما واحدة يعتد عليها بهذا الشكل خبر الاسبوع النهاردة محوره انه في مشكلة في نظرة المجتمع الاسلامي لسلطان الرجل على المرأة الرجال قومون على النساء فحطوها خطة عريض كده يعني محطوطة خطة عريض هي مش المجتمع اللي فهمها كده لا احنا تربينا على كده وهو يعني ملهاش تحديد كل الرجالة قومين على كل النساء وكل النساء مصدر فتنة ومصدر عار ومشكلة عشان كده بقى تعامل المرأة في المجتمعات الإسلامية من منظور إله الإسلام اللي أعطى السلطان لراجل عنيف مريض ما عندوش تأهيل اجتماعي حتى إنه يعمل كده في مراته أو مدرس مربي أجيال يعمل كده في مدرسة عنده تفريغ طاقة بقى ماستتات ماشيين في العالم كله في العالم الإسلامي كله لتفريغ طاقة الرجالة في البيت أو الغيط اللي اتنين ربنا يرحمنا يعني ينظف هذا الفكر خليني بقى أروح لموضوع حلقة الأسبوع ده الإسدال والعمامات المقدسة في تقابل بين يعني حاجتين موضوعين كده هنشوفهم أنا هتكلم الأول في موضوع مدرسة نشا الإعدادية في نابرو في الدأهلية وبعد كده هنشوف جزء من اللي بيحصل في إيران دلوقتي موضوع المدرسة ده يعني غريب جدا احنا شفنا في يعني الصفحات الجرائد أخيرا صور لمدرسة البنات كلهم لابسين كده أنا أول مرة بصراحة أشوف في مصر مدرسة البنات لابسين فيها كده بس دي الحقيقة إنها حاجة مختفية عن عيون المجتمع لأسباب خلينا نشوف الفيديو اللي جاي الأستاذ خيري رمضان عمل موضوع على الحلقة دي أنا خدت منه أجزاء أهمة الحقيقة اللي بيقولوا بيقولوا المجتمع كله وبنقولوا إحنا بس لازم نعرف أصوله فين خلينا نشوف الفيديو الأول الصور دي من أفغانستان مش بالمصر الصور دي مش من عندنا جايز شكل الشادور بتاع إيران مدرسة الإعدادية بنات الأولاد لابسين إيه يا جماعة؟ لابسين إزدال البنات لابسين إزدال ده الزي المدرسي إيه؟ ده من زمان؟ ده من سنة 2017 يعني ست سنين البنات في هذا البلد الجميل بيلبسوا هذا الزي زي ده إيه؟ يعني في مدارس تاني عندنا كده؟ أوكي الأستيس خيري رمضان قال إن ده من 2017 الحقيقة إنه في بعض الكتابات اللي شفتها بتقول إن المدرسة دي ابتدت 2015 وإن اللبس ده ابتدى 2015 طبعا الشكل مش مصري أبدا ولكنه إسلامي يعني مش هندحك على بعض ده الشكل الإسلامي المفضل اللي لما تحط عليه بقى النقاب مش تفرق كتير يعني يعني ده تأهيل للمنات إنه هم بعد شوية هيتحط النقاب ويبقى عادية أو إنه نظرة المجتمع تبقى كده 2017 أو 2015 السؤال هو ما فيش ناس من التربية والتعليم بيروحوا يزوروا المدرس دي ما فيش ولا مفتش قال لي أنتم ملبسين البنات كده ليه ما فيش مفتشات بتروح تشوف إنه ده نوع من إلغاء شخصية البنات بالكامل يعني والهي بقى العقلية المجتمعية بقت كلها كده فمش هنقول ده بالعكس ده تلاقي المفتشين دول بيدوا أحسن يعني أرقام للناس للمدارس اللي زي دي لأنهم من نفسها العقلية لأنه المسألة بقى ده مش شكل إخوان ده إخوان على سلفيين على خليط كده من السموم بتزرع في المجتمع شيء غريب جداً أنتوا كنتوا فين أين كانت الحكومة التربية والتعليم المفروض المفروض إنه بيصرف فيها قد كده علشان نصلح حل المجتمع من أكبر مشاكل المجتمعات الإسلامية إنه التعليم النشأ مرتبط ارتباط قوي بالفكر الإسلامي والتعليم الإسلامي ومادة الدين وطبعا عندك دول تانية بقى بيدرسوا بقى شريعة وفقه وده وده وعندنا الأظهر واخد قد إيه من المدارس الأظهرية اللي بتدرس السموم دي للناس ده يفرق إيه عن المدارس الأظهرية اللي فيها البنات لابسين الخمار مثلا هي هي دول كده شكلهم عاملين زي الأولة يعني البنت ملاش أي ملامح كده الحجاب نازل من هنا لهنا لتحت وإيديهم حتى يعني يدوب الإيدي المتغطية معظمها كنا فين لما ده حصل في مدرسة مصرية في بلد يعني المفروض أن النشا دي بلد معروفة تجارية ومفتوحة وكل حاجة هلين نشوف الفيديو اللي بعد كده يقولون أن لأن المدرسة بعيد عن النشا بكيلو تقريبا ففي مدرسة صناعية ومدرسة سنوية فالبنات كانوا بيتعرضنا للغزل للمعاكسات للتحرش طيب هو زي دا اللي هيمنعهم هم بينين أنهم بنات يعني طيب لما نعرف أن المدرسة من رجل أعمال لا نعرف ما هي اتجاهاته ولا أي شيء مش الصورة دي دا حد بيتكلم جوه المدرسة مع عمدير المدرسة دا شيخ ولا أزهري ولا مين ولا مين مين اللي داخل يكلم الأولاد دول مين دا بنات بنات أو أولاد مين دا دا اخت طاف بيفكرني بالقذافي من أنتم مين دول ايه دا انتم مين أمر بس على فكرة أنه الناس دي قراروا أنه هم يلبسوا البنات كده علشان خاطر في معاكسات وقال لك أصل المدرسة كانت في حتة ناقية ومش عارف ايه طيب ما تربوا ولادكم ما تربوا بناتكم يعني ادعاء أنه الالتزام بالإسلام يحمي البنات طب هم بيحميش السبيان ليه هم السبيان ما لهم يعني منطلقين كده يتحرشوا بأي شبه أونثى ماشية ليه لأن الإسلام لا يغير الأفكار ما بنشوفش الشباب المسيحيين ماشيين يعملوا كده ليه لأنه تعلم احترام الإنسان الإنسان راجل ست اللي هو صورة الله لكن أنت عايز تقول يعني أنه البنات دول من 2015 لحد النهاردة فيش ولا واحدة منهم متعرضت للمعاكسة ولا صاحبة واحد ولا حصل حاجات أكتر من كده لا طبعا أنا أسفة يعني إزاي ده حمى أخلاق البنات غير قلوب البنات غير أفكار البنات لا طبعا أجي بقى الموضوع راجل الأعمال اللي بجلبية ده وقت مكانه الإخوان بيحكموا ظهرت بقى المدارس اللي زي كده كانت منتشرة ويعني والطهاد المسيحيين اللي فيها ويعني الإدخال كل الأفكار الإسلامية المتشددة في الندوات والاجتماعات والتعليم يعني كان واضح وضوح الشمس المسلمين السلفيين والإخوان صرفوا فلوس قد كده على المدارس ليه تفريخ دي أماكن تفريخ للإرهابيين ما عندناش غير كده وانتوا عندوكم اللاظهر مكفاية التفريخ اللي بيصل في اللاظهر لكن لا فراجل راجل الأعمال اللي بجلبية ده بيتبرع للمدارسة باللبس ده كل سنة طبعا طب ليه بتعمل خير يعني في سطرة الناس طب ليه يعني طب البنات دول بيروحوا المدرسة كده بيروحوا يلبسوا نفس اللبس ولا ايه ازاي يعني البنات دول بيروحوا البيت بيلبسوا حاجة تانية وبينزلوا الشارع لبسين حاجة تانية وهنشوف دلوقتي يا جماعة ده ضحكة على العقول ده زي بالزبط في في وقت الإخوان وبعدهم يعني بعد زور الإخوان بشوية ابتدى يظهر بقى هيلبسوا الستات ايه والتمانينات والتسعينات وظهور الحجاب والنقاب والكلام ده اللي جاي لنا من بره علشان يبقى الشكل الدولة يتغير و ده ما كانش شكل فقط ده كان برمجة لعقول الناس انه الإسلام هو الحل والإسلام هو اللي هيحمي الناس والإسلام كذا والإسلام كذا الناتج على الأرض النهار ده جهل مطقعة عنف شديد ضد النساء اجحاف حقوق الأطفال جهل غير عادي في وسط العامة يعني متعرفش يعني أنا النهار ده ما بسمع بعض الحاجات المحادثات اللي بتحصل في الشارع وكده مع الناس على قناوة التلفزيونية يعني بنصدم من كمية الجهل وضحالة الثقافة الموجودة على الأرض خليتوا الناس تركز عقولها في الشكل لكن إذا عملت يعني لازم تستر اللي انت بتعمله ما تجاهرش بالمعاصي بس يبقى شكلك كويس لكن انت من جوه بتعمل اللي انت عايزه القلب اقبح كثيرا من ما نتخيل عشان كده الناتج في المجتمع بقى مرعب بالشكل ده خلينا نشوف الفيديو اللي بعد احنا اكتشفنا بعد 2011 ان عندنا مدارس للإخوان كثيرة في مصر خد على وزارة التربية وتعليم كان لا يتردد في بين جنباتها تحية العالم ولا النشيد الوطني اكتشفنا ان لهم قانون خاص وزي خاص ولغة خاصة وكلام خاص بعد السنوات كنا في غيبوبة انتوا ما زلتم في غيبوبة اسلامية انا بس حبيت حطلكم الحتة عشان عندي هدف هدفين من الحتة دي اولا نفتكر اللي حصل اللي ما بيتعلمش من التاريخ لا ينمو اللي ما بيتعلمش من التاريخ يصدمه التاريخ بيعيد نفسه مرة تانية وثالثة وربعة وياكل كل الاخضر واليابس اللي قدامه وخاصة التاريخ الاسلامي وتاريخ الانسانية كده يعني اذا ما تعلمتش من انك ما ت اتعامل الناس بالاخلاق الكويسة وتحب الاخيك ما تحب لنفسك والكلام اللي انتو بتقولوه ده يعني هنرجع نصطدم بمجتمعاتها ماجية لكن لما يبقى في الاصول الاسلامية اشياء اشياء بتعلم سطحية الفكر وتغطية الناس شكلا فقط ولكن من جوه القلب خرابة وانسيب الناس اللي بتعمل كده في بناتكم وبتعلمهم الفكر المظلم ده لو سبتهم انتو ما زلتم في غيبوبة اسلامية هو ده حقيقي شوف الفيديو اللي بعد كده دلالة الزي ده بما له من دلالة بتنتمي لأفكار مختلفة تماما ممكن نشوفها في أفغانستان ممكن نشوفها في إيران لكن ملوش علاقة بالإحتشام بتاعنا احنا كمصريين هل السؤال التاني اللي مهم جدا مفيش مسيحيات في المدرسة دي أكيد لو مسيحيات مش هتلبس الزي أحمر أنا بقول هل مش هيقبلوا مسيحيات أوليها الأمور انتو اخترتوا ازي ده ولا فرد عليكم أو حتى الفيديوهات اللي بتتنشر وزي ما احنا شفنا الأنشيد اللي فيها أو الحاجات اللي موجودة فيها أو حتى المناظرات ملاهاش أي علاقة بالعملية التعليمية العادية كل موضوعات المناظرات عن عمل المرأة أول لأ وتخرج ولا ما تخرجش والأولى والأفضل لنها ما تشتغلش يعني المناظرات كلها موضوعات في منتها الحساسية ليست موضوعات أساسية خاصة بالفكر والعلم والحاجات اللي احنا بنحتاج لها يعني بتقولك الموضوعات موضوعات في منتها الحساسية أنا شفت الشو اللي عملوا ده مثلا يعني فيختروا لهم موضوع عمل المرأة فالبنت تقول لا المرأة ممكن تعمل والتانية بتقول لا المفروض إنها تعود في البيت وما تعملش إلا كذا وتبقى لابسة كذا وهكذا الاتنين حافظين مش فاهمين كل الترابيزة بيرددوا حاجة محفوظة مكتوبة لهم ما فيش واحدة منهم بتتكلم في حاجة هي يعني بتتكلم فيها بتلاقة عن نفسها لا بتبص في الورقة وهكذا مكتوب لها يعني حتى ده الأدلاجة دي مكتوبة لهم برضو قال يعني إحنا بنعمل محاضرات ومناظرات لكن الحقيقة إنه إنت بتعمل المحاضرات والمناظرات والكلام ده كله عشان تلقن البنات دول الأفكار الإسلامية المظلمة جدا عن مكانة المرأة خلق الحكاة بالمرة ورفض الإسلام بالمرة لأنه يعني حتى تخط موضوع الهيكل العظمي يعني إحنا بقينا دلوقتي الإسلام بقى هيكل متفاني الناس شايفة مهما أنتو حاولتوا أنكو يعني تقمعوهم وبعدين يقولك إيه طب المدرسة دي لو فيها مسيحيات هتلبسوهم كده فخير رمضان قال لا المسيحيات ما بيلبسوش كده طبعا المسيحيات مش هيلبسو كده مش محتاجين يلبسو كده لأنه المسيح علمهم أن الفضيلة والعفة والطهارة من القلب ومن الفكر وأن الحياة مع الله تمرين على أننا نكون أفضل وأقرب لصورته وأننا نستطيع كل شيء في المسيح اللي بيقوينا وأننا نستطيع أن احنا نكون ناس نظيفة في مجتمع محتاج مساعدة فالمسيحيات مش محتاج هتلبس كده وترفض أنها هتلبس كده طبعا لكن من ناحية التانية طبعا دي مدرسة مغلقة على المسلمين بيتعلموا فيها الفصل انفصالهم عن المجتمع أما تكلمنا عن الحلقات بتاعت التربية الإسلامية قلنا أنه من الأساسيات أن المجتمعات الإسلامية بتفصل الناس عن المجتمعات حواليهم هذه المدارس معمولة لأدلجة العقول وتغيير الأفكار إلى هذا الفكر الانفصالي الإسلامي خلينا نسمع الفيديو مجموعة لهم كده يعني أنا ما شفت الصورة أول مرة حسيت إن أنا في ثورة 19 ولا حاجة وقت ما كانوا هاي لا كل حاجة يعني بس المهم إنك تسمع إنه النهاردة الرأي العام بقى بيقول إن ده غير مقبول وإن ده مش شكلنا وده شكل أفغانستان وباكستان ماشي كويس إنكم رفضين ده بس عرفوا بقى إنكم رفضين الزي الإسلامي الفرد على المرأة بقى نقشوا بقى أقولوا فرد ما فردش مش عارف إيه غطي إيه وما تغطيش إيه الفكرة إنه اللي قال للمرأة غطي ده وما تبينيش ده وإحجيبي نفسك عنده وحطي بينك وبندحك والكلام ده كله هو إله الإسلام فده موجود في أصول فكرة هذا الإله اللي طبعا قلت لكم كذا مرة إنه ده لسان الشيطان لإنه هو اللي عايز يخبي المرأة هو اللي عايز دايما يفصل المرأة عن المجتمع لإنه عارف أثر المرأة عارف صورة الله المتكاملة راجل وست اللي اتنين اللي اتنين يبنوا مجتمع وعيلة ويحققوا مجد الله على الأرض اللي اتنين اللي فرض ده المجتمع عارف دلوقتي إن اللي بيعمل كده بيرتب علشان خاطر يرجع تاني النقاب بالقوة اللي كانت موجودة قبل كده أنا بصلي إنه ربنا يقفل هذه الأبواب ويعني ينتشل ينتشل البنات دول والستات دول من الأفكار اللي لا تؤدي إلا ظلام ومرارة المدرسة مليانة البنات دول بيشوفوا مدرسات منقبات مثلا في المدرسة ده فيه حتى بنات ده صورة خضيتني حقيقي وراها البنت لابسة ده وحطينها في الوش ووراها بنت تانية منقبة دول إعدادي بنات إعدادي بتتنقبي على إيه أو بينقبوها على إيه لأنه 90% من دول مش راضين بده ليه المدرسة دي فلتت من أفكار زي مثلا أما الدكتور جابر نصار قال إنه المفروض عضوات هيئة التدريس في الجامعة ما يلبسوش النقاب وكانت حكاية بقى إزاي يقول حاجة زي كده لكن المجتمع كله وافق على فكرة معظم المجتمع وافق على الأفكار دي وقلنا إنه المنظومة التعليمية أنتو يعني ده أنتو حتى في مدرسة بنات أنتو بنات في بنات بتتنقبوا ليه التصرفات دي كلها فيها أهانة للمرأة الصحفي اللي كان بيتكلم بيقول كده أنتو بتهينوا المرأة بتقولوا إنها كده ضعيفة فعلا ده ده صح أنتو بتقولوا إنها لا تستطيع إنها تمثل نفسها بصورة محترمة فتضغط الأصل ده فكرة إسلامي خلينا نشوف السلايد اللي جاي ده عشان تشوفوا بقى الفرق بين أدي نفس البنات بنات المدرسة دي في رحلة وأدي بنات المدرسة في المدرسة طبعا للأسف الحجاب انتشر لأنه بقت يعني ثقافة يعني شعبية هي إسلامية بس هي ثقافة شعبية فأدي البنات دول لابسين هوا حلوين وأمرات وفيه اللي بشعرها وفيه اللي مفيش وكلهم لابسين بانطالونة جينز ونضارات وكل واحدة معها الشنطة بتاعتها وآخر شي هيك ليه عايزين ايه اللي في الصورة دي مش محترم حد يقول لكن انتو عايزين الصورة الإسلامية اللي يضيع فيها الإنسان ليبقى الفكر الإسلامي اللي يعني لازم يطفي النور في كل حتة بصراحة وقت ما يدخل نشوف بقى الشيخ عبدالله رجدي بيقول لنا ايه يعني يعني مستنكر يقولك انتو متخيلين الوضع ده البنات مضطرين يدفع عن أنفسهم يعني عشان بس اختيارهم كان هو الحجاب الكامل ده معقولة يعني يعني قال يعني البنات صعبانين عليه وقال الازدال حلو ومحدش جبرنا عليه يعني حضرتك كان عندك اختيار لما الراجل ده تبرع بالازدال علشان خاطر الناس تقولك خلاص بقى ما هناخده ببلاش يلا نوفر البنت تسألت هل وانت داخل المدرسة كان عندك اختيار تقولي ألبس الازدال ولا لأ شفنا واحدة في المدرسة اخترت ما تلبس الازدال لا ده لأنه اجباري مش اختياري اوكي مش عايزين نلبس اميس وبنطلون عشان الناس هتبصلنا طب مال انتو في الرحلة كنتوا لابسين ايه يعني واكيد وحتشوفوا اكيد كان فيه رأس وطبل وزمر وهم بيمصوا القصب برضو يعني هندحك على بعض يقولك مش عارفين نلبس الزيج جديد كنا مكسوفين ننزل بيه هو المفروض ان هم عملوا لهم زي جديد دلوقتي اتعودنا على الازدال وكان واسع وبنعرف نمشي به محدش جبرنا على الحجاب وكلنا محجبات عن اقتناع يعني معلش سامحوني الكتب ملوش رجلين الصورة اللي كانت قبل ما قلعوا قبل ما لقوا الازدال بتقول انه ده مش حقيقي ده تأليفات الشيوخ او البنات بيقولوا اللي الناس عايزين يسمعوا في الصحافة بس نشوف الفيديو اللي بعد كده الصورة اللي بعد كده الاستاذ سامح عسكر بيقول بقى انه انباء عن تغيير ملابس البنات في مدرسة نشا بدأ اهلية بدءا من الاسبوع القادم ان شاء الله وكانت المدرسة فردت الشادور الايراني المعروف في مصر بالازدال على بنات المرحلة الاعدادية مما يعد انتهاك للطفولة وفرد الحجاب على الصغار الانجاز الحقيقي سيكون في محاسبة المسؤول والممول المدرسة اللي سمحت للراجل ده يدخل يدي يفرد الاسدال ده ومش بس كده المدرسة اللي كانت بتسمح له لانه متبرع بقى كبير بيلبس الكل يدخل يدي دروس للبنات دي بيقف يقول ايه في طبور الصباح التزموا بالحجاب ومش عارف ايه وانه هتدخلي النار لو ما لبستيش وانه قال الرسول الله كذا ومش عارف ايه شاء قالت له ايه فقال لها ايه برضو نفس الحكاية هي هي التلقين ده ما كان بيحصل من هذا الرجل في الطبور وطبعا لو ده بيحصل انه عنده فرصة انه يدخل المدرسة دي اكيد غيره بيدخلوا المدرسة يعلموا البنات نفس الحكاية نفس الاتجاه الفكري ازاي القائمين على المدرسة دي من وزارة التربية والتعليم حتى ولو كانت مدرسة خاصة انا كنت في مدرس خاصة طول عمري ما شفناش حد يقدر يفرض حاجة خارج اللي بتعمله الوزارة ازاي يعني بس وقتها ما كانش في الظلامية دي موجودة في كل انحاء الدول الوزارات عموما يعني في 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 يجب ان احنا نفكر والمدرسة فردت ده فواحد بيقوله كده في التعليقات بيقوله يعني انت تقصد انه ده كان اختيار ولا فرد قاله لا ده فرد المدرسة فردت ده نشوف الصعيدة اللي بعد كده انتبهوا بقى استسامح عسكر بردو بيقوله يا المحافظة دي ملهاش صاحب يا جدعان دي امارة الدقة اللي الاسلامية الراجل الراجل المحافظ بيقول ايه انه عايز يفصل بين الشباب والبنات يقرر فصل البنين عن البنات في مدرسة المراحل السنوية المختلفة يعني انتو نقصين كمان تظلموها لم نتعلم من مثلا النموذج السعودية اللي كان فصل دائم بين البنات والستات بنات والسوبيان ايران نفس الحكاية لم نتعلم ان ده خلق مشاكل نفسية واجتماعية كبيرة جدا وخلى الراجل دايما يبص على الست كأنها يعني مصدر او مكان لتفريغ شهوته وانه حرام يبص لها وحرام يكلمها ورجال ما بقواش عارفين يكلموا الستات وحصلت حاجات كتير من يعني حالات الشزوز المنتشرة كلها نتج عن كده ما تعودوش انه حاجة طبيعية انه الانسان يكلم انسان ولا يفكر الا في المعرفة والصداقة والنظافة والمحبة لا ده كلام بعيد عننا خالص يعني في الوقت اللي بيحصل كده في مدرسة زي دي في المحافظة دي كمان الراجل المحافظ بتاع امارة الدقالية الاسلامية ده انا عجبني الاسم ده بيقرر انه يعمل كده بصوا الفيديو اللي جاي ده الفيديو اللي جاي ده من ايران دي احدى الجامعات الايرانية الشباب والبنات قرروا انه هم وانتشر على فكرة ده مش بس في الجامعة دي بيكسروا الحواجز اللي بينهم وبين البنات فهما بيقولوا احنا مش عايزين فصل بين الشباب والبنات العالم كله بيعلم ستات ورجالة بنات وصبيان في نفس الوقت ليه علشان هو ده الانسان احنا كلنا واحد ايران بتتحرر اليوم واحنا بنرجع الورا الراجل ده لازم يحاسب على اللي بيعمله ليه عايز يفصل بين البنات والشباب لانه الاختلاط حرام وانه لازم يكون في محرم بين مع البنت لما يكون فيه اما تكون قادة مع راجل غريب او مثلا يقول لنا ما تعودش مع اللي زر ضاعت ويبقى في رضاعت كبير بقى يعني خرقت الواحد عن اطار الادب بصراحة يعني الواحد خرج عن اطار الادب خليني اوريكوا الفيديو الاخير في الحلقة دي النهار ده في ايران في ظاهرة انه الشيوخ المعممين الملالي اللي كانوا محترمين ومشيين كده يعني الشرع يتهز لما يعدوا بقى المجتمع ظاهرة دلوقتي انهم يمشوا يشوفوا الملة ماشي يروحوا مطايرين عمامته كده ليه بطايروا العمامة كده ده رمز اللي رفضهم السورة اللي عاشوا بيها السنين اللي فاتوا وان عمة هذه العمة اللي المفروض انها تكون مقدسة لم تعطي اي شيء للاجيال دي وشافين كلهم شباب لم تعطي اي بناء داخلي انساني يعلمهم انه في حاجة يعني استفدوها من الناس دي بل بالعكس العمامات المقدسة دي هي اللي بتقتلهم في الشارع النهاردة هي اللي خلق سلبت حريتهم النهاردة هي اللي قتلت مهسة وغير مهسة الالاف مصير الاسلام في العالم كله زي المصير الاصحاب العمائم المقدسة اللي بتطير دي انا كنت عايز اقول العمائم الطائرة كنت هحطها كده في اسم الحلقة لكن اهو العمائم اللي انتو بتشوفوها بالطير دي هو مصير الاسلام لان العالم شايف الفراغ الخراب اللي بيقدموا الاسلام وبتدينا نشوف خوف المشايخ وهم في العالم كله على فكرة خايفين من ان مكانتهم هضيع شوفوا مش ممكن الا انه الحقيقة هي اللي تبقى ازاي الاسلامي اللي تعامل ده ما تعاملش علشان يميزك بخير بل بالعكس ده تعامل من الشيطان علشان يقول انه انت وانتي بتتعالوا على الناس منفصلين على الناس وانه الست يقول لها انت منظرك مصدر خطية ومصدر شهوة لكن الله بيقولش كده الله الحقيقي يقول لك انت صورتي وانتي صورتي قلبك هو اللي انا مهتم به فكرك هو اللي تنقيه قلبك محتاج انه يفيد بمحبة على كل من حولك لا تنظر لأحد بحكم او بتمييز بل بالعكس شوف نفسك من خلال محبة الله وشوف الاخرين ايضا من خلال محبة الله من خلال عينينا الله بصلي انه حلقة النهاردة تكون سبب بركة ليكم وانه يكون في فكر مختلف وحياة مختلفة في القادم في اسم يسوع امين اشتركوا في القناة